ترجمة نانسي قنقر وعلى فصل تشريعي سادس تأتي ضمن مسيرة التطوير والتحديث التي ترعاها المملكة في سن القوانين والتشريعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن عرفت مملكة البحرين عبر تاريخها العريق بأنها دولة المؤسسات والقانون لتمضي بذلك نحو ترسيخ حياتها الديمقراطية التي تشكلت ملامحها الرئيسة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم منذ بزوغي فجر المشروع الاصلاحي وتعد الرعاية والملكية والسامية لافتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والنواب على مدى السنوات الماضية تأكيداً على المكانة المرموقة لحقل العمل البرلماني في ترسيخ النهج الديمقراطي الذي ترعاه مملكة البحرين في سلكها الدبلوماسي فمنذ انعقاد دور الانعقاد الأول وصولاً إلى الخامس منه خرجت العملية البرلمانية بالعديد من المكتسبات الوطنية التي تمثلت في سن القوانين والتشريعات التي تصب في نهاية المطاف في خدمة المسيرة التنموية من جهة وتعميق أسس الشراكة والتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى مملكة البحرين إلى تحقيقها لمواصلة عجلة التقدم والتطور التي تعيشها البحرين على الصعود كافة التجربة البحرينية والبرلمانية التي مرت بمراحل متعددة أثبتت أن عجلة التطور لا تقف بل تشهد تطوراً ملحوظاً على الدوام في بيئة عملها التي تتسم بالديمومية وفق الأسس والأطر المنوطة بها التي يتمتع بها أعضاء السلطة التشريعية بفضل منهجية العمل المشترك التي أوصى بها جلالة الملك المعظم لمجلسي الشورى والنواب لتحقيق الانسجام والتكامل بينهما في العمل البرلماني وعلى صعيد تمثيل البحرين في مختلف المحافل البرلمانية ترجمة نانسي قنقر